لا هو أصده أن بعد لما أنت تحولت من أن أنت اشتغلت في الدعوة فده أثر على تغيير في حياتك أو اختياراتك في الحياة وفي السلوك بتاعك فده أكيد ظهر يعني لما تدين بيظهر على الشخص وبيبتدي أهله يلاحظوا التغير ده فبيبقى فيه نوع من إيه تعامل الأهل المختلف مع التغير ده ده واضح أن السؤال هو أصلا المكالمة فصلت ده واضح أن السؤال لمس شريف فخبط في حاجة مهمة أنا شخصيا ما فهمش السؤال في الأول على فكرة السؤال عبد الرحمن ده سؤال مهم جدا جدا يعني لأن كتير من الشباب اللي بيقرر أنه بيحاول أنه يتغير في وسط واقع كله فتن والمعصية بقت سهلة سهل أنه يصاحب وسهل أنه يشرب وسهل أنه يضيع الصلاة ويبعدا ربنا صحوه وتعالى أصدر أن البيئات بتاعة المعصية بقت سهلة صحيح يعني مبقاش الموضوع يعني زمان كان فيه كده إيه الزمن الجميل يعني فهمت كان عشان واحد يصاحب واحدة زمان أيام مدرسة يعني أيامنا يعني كان فيه اجتهاد اجتهاد يا عم والله كان بيوز المجهود ويقول لك مثلا كان الدفع مثلا عندنا يبقى اتنين بيكلموا بولاد معروفين جدا يعني فيه بنتين في الدفع بيكلموا بولاد إنما دلوقتي بقى فيه اتنين في الدفع بيكلموا بيكلموا وحتى الاتنين مش سايبينهم في حالهم يعني يا بنتي انت معقدة وانت فحتى التصبيت دلوقتي بقى ايه سهل يعني سهل انه ولد يكلم بنت يعني ما هو ده الطبيعي بقى ده السهل يعني حتى كان كان زمان يعني بيبزي المجهود وبقى ويجيب بقى الايميل ويعمل ويلف تحت البيت وقصص دلوقتي بقى لايك فور دي ام يعني يعني وبقى فيه سهولة يعني يعني حتى هو ايه يعني مش هو اللي بيكلمها لا ده هو يعمل لايك بس على التويت بتاعتها هي تبعت له ايه تبعت له ديريكت مسجي يعني ما طعب ايه معلومات اعملوا لي مش عارف عشر تويتات وهي منشين الكراش وابقى كده عارف انت الحاجات بزي فالله مستعد ففي وسط سهولة المعصية والبيئة اللي بقيت صعبة سواء في المدرسة سواء في الجامعة سواء في الشغل بقيت الشغل بأن موضوع مفتوح قوي فبيجي الشاب عايز ايه عايز يتغير هو مثلا حصل حدث في حياته مثلا حد مات فجأة صاحبه مثلا سمع درس قابل حد يعني اي حدث من الاحداث اللي هي الكبيرة او التغيير بيحصل اما حاجة كبيرة حصلت فالشخص قرر انه طلع عمره مثلا او قابل حد غير حياته وقف موقف حصل حدثة حدث كبير او بيبقى زي ايه عرف الكباية اللي انت تحط فيها نقطة 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 لحد نما ملت ملت يعني حصل حدث بعد حدث نقطة بعد نقطة موقف وربنا سبحانه تعالى بيسر الانسان الهداية بنوع من اللطف لطف فيه خفاء تدريج فجأة يلاقيه حيز اتغير فيه عنده مشاعر مشاعر قوية يعني يعني مشاعر البداية دي سبحان الله يعني الانسان بيجد لذة في ترك الحرام وفي الطاعة والصلاة وتلاقيه خشوع طبعا انت ما بتجيبش الكلام ده تاني اه يعني كنت سمعت احد مشايخ يعني بيضرب مثال في الباب ده بيقولي حتى الشباب بيشتكوا من ده يقوليك انا في البداية كنت حاسس بايه في بداية الالتزام يا كلام عالي قوي واي كلمة اسمعها هتأثر ومعوتش حاسس بدا كان شيخ ضرب مثال بيقول ان لو انت معدي مثلا على طريق ودخلت فيه محلات بتبقى على الطرق بتاعت ايه حلويات فانت ايه لو انت مسافر مثلا ايه رايح دميات مثلا راس البر فيه محلات ايه حلويات على الطريق دي فانت بتعدي بتدخل لك تعالى اتدوقك اديك حتة شبك شوية بسموسة شوية مش عارف هريسة وكده يعني فانت تعطي دوق ممتاز جميل حلو في الاخر ايه هتعطي دوق دوق كل الاصناف عايز بقى تاخد هيقولك ايه اوزيني بقى خلاص كيلو تعمل ايه ادفع يعني انت دوقت في البداية بس لما تيجي تاخد بقى ادفع بقى فيعني والله اعلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع الانسان اللي هو كان اصلا معرض وكان بعيد علشان يستشعر لذة الطريق وحلاوة الطريق ممكن يذوق بعض المعاني الامانية اللي هي اصلا تمنها غالي فهو يلاقي ده ببساطة جدا ببساطة جدا في البداية بعد كده عشان يلاقي ده نازم يتعب يتعب ابزل بقى ما كنت حلك مع القرآن حلك مع القيام فبتلاقي الشاب بعد لما عشان ما نطلعش لما بيتغير هو احيانا بتبقى في حاجات كتير في الحياة بتاعته قلط يعني طريقة حياته فيها معاصة كتير خروجات بتاعته الصحبة بتاعته صحابه في الغالب الخروجات بتبقى فيها حاجات غلط فهو بيبقى عايز بيبقى بين صراع وبيروح مثلا يسمع كلام بيحضر درس او بيتفرج على حد من من المشايخ او من الدعاء او بدأ يقرأ في الدين يتعلم ربنا بيحب ايه وربنا بيكره ايه فبدأ يلاقي في نوع من الايه جماعة اكيد في حاجة غلط ما اللي انا بعمله ده ده عكس اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده صحيح فبيبتدي ايه يحصل فترة من النزاع فترة حتى انا كنت بتكلم في حديث غلام الاخدود ان هو بدأ يتردد بين بيئة بيروحه وهو رايح بيتعلم السحر في قصر الملك الساحر وياريله بقى يشوف بقى الزخرف بتاع الاصر وهو في الطريق بيعدي على الراهب قال فقعد اليه فسمع كلامه فاعجبه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده فبيقول لك ايه فبينما النبي عليه الصلاة والسلام قال فبينما هو على ذلك يعني بينما هو على ذلك يعني بيتردد بين البيئة بتاعت ايه الراهب بيروح يسمع فيها كلام ربنا وبيئة الساحر اللي فيها كل زخارف الدنيا وهيبقى خليفة الساحر يعني الساحر ده اللي هو دراع الملك اليمين فبيحصل نزاع بينما هو على ذلك يعني فيه النفس طب صحابي أمشي معهم بحبهم أسيبهم أهلي في البيت فيه حاجات كتير ممكن تكون وده جزء من اللي بيدفع صحيح جزء من التمن ده جزء من التمن السؤال بقى فين هو لما قرر أنه يختار أنه يتغير هيظهر عليه حاجات ممكن الحاجات دي أهله ما يبقوش حبينها أولا مش متقبلين صحيح بدافع إيهال أهله مثلا وحشين لأنه برضو بعض الشباب بيستحضر إيه إن مثلا إيه هم على معصية إن أبو ده كنت أنا حتى عامل مقطع قبل كده فيديو كنت بكلم عن بقوله إيهان إن أبوك مش أمي ابن خلف وإنت مش سيدنا بلال يعني ما تستحضرش إن أنا أبويا ده خلاص هو إيه أنا هسقط عليه أحاديث الكفار وأنا بقى سيدنا بلال مستضعف وهو بقى بيعزبني يا عامل لأ الموضوع مش كده أبوك بيحبك خايف عليك وخايف عليك وهو لي حق إنه هو يخاف لأن الواقع فعلا سيء صحيح والإعلام بيساعد في مسألة إن هو يبقى خايف أكتر ماشي فانت طمنه في نفس الوقت هو أبوك نفسه يشوفك كويس يعني هو يعني هو بالعكس كتير من الأباء والأمهات بيجوا لما الولد مثلا يبدأ إن هو يبعد ويبدأ إن هو يترك الصلاة ويمشي مع صحبة سيئة ويشرب مثلا أو يبقى لي علاقات بالبنات في حرام فالأهل بيبقوا متقلمين جدا أمهات بتتكلم وأبا بيقى الأم بتبكي فعلا إن ابنها ضايع ونفسها يبقى كويس فهي نفسها إن هو يبقى كويس هي المشكلة فين إن هو خايف فأنت هتتعامل مع ده إزاي بكل بساطة الحزم مع اللين يعني أنت هتبقى ثابت على موقفك بعد التأكد إن موقفك ده صحيح شرعي صحيح يعني يكون كلما الإنسان بيزداد علم كلما بيزداد بصيرة وحكمة كلما الإنسان بيبقى العلم بتاعه قليل كلما بيبقى بيتعامل مع الناس بنوع من الحدة والغلظة ويقفل على نفسه وتبتدي الناس تتهمه بالتشدد آه الناس كده كده بتتهم بالتشدد ده موجود لكن أحيانا تعامل أصلا الشاب اللي بيبتدي ياخد قرارات في التدين بيبقى فعلا متشدد هو بيساعد في ده صحيح يعني هو مشاعره هو مش عايز يبقى متشدد بس هو بيحس إنه هو مضغوط عليه فعايز إيه يقفل على نفسه يتقوقع فبيعمل ده وساعتي يعمل بسبب ده يا شريف حاجات غلط أصلا يعني يعني أنا انت خلتني افتكرت حاجة مضحكة جدا حصلت في بداية الالتزام وده يعني مش هقولي أنا ملتزم أصلا دلوقتي بس بقولي يعني ايه في الوقت ده في بداية ما فكرت أدخل أتعلم في الدين وكده فكانت فيش قرارات مهمة في حياتي أخدتها وكان ده زمان جدا يعني وانا في كلية وكده فمن ده من الموقف اللطيفة جدا ما كنتش عارف المحارم انت متخيل المستوى كان فين مش عارف فين اللي سلم عليه بالإيد وإيه اللي مسلمش عليها بالإيد بنت عمي وبنت خالتي فمن كنت رمكات الدنيا منفتحة وانا مش فاهم فلما جيت أخد قرارات عنيفة تانية ما لهاش علاقة بالموضوع ده حاجات كانت حاجات تانية في حياتي نطيت النحية التانية فما بقيتش مسلم على عمتي مثلا فطبعا خدت بالقلم ده عمتك ده أمك يعني ما فيش كلام فدي كانت المواقف الظريفة جدا عمتي ساعتها زعلت أكيد ممكن تبقى بتسمع الحلقة دي فتفتكر فاكر المواقف يا عمتي والله بحبك جدا طب فهو كان سؤاله بيقولك لو احنا عايزين نقول حاجات تساعد الشاب في المواقف ده انه هو يتغلب على حاجات دي فلو عايزين نقول تابسة سريعة يعني احنا بس أول حاجة ان الشاب يكون حريص انه هو يكون عنده شيخ مربي حلو جدا الشيخ المربي هيساعده انه هو هيقوم السلوك بتاعه يعني أنا ممكن أديك نصفية عمه لكن يكون الشاب عنده خلل ممكن خلل ده في الفهم في التصور في العلم في الأخلاق عمه انه هو أخلاق صعبة فبيتعامل مع أهله بنوع من الغلزة وبيعلي صوته وده عكس التدين فهنا محتاج واحد مربي فهنا محتاج يكون لك شيخ أو حد مثلا أخ ليك سبقك في الطريق شوية يكون عنده خبرة وعنده حكمة وعنده علم يبتدئي انه هو يوجهك دي النقطة الأولى النقطة التانية ان انت تثبت على الحاجات على المبادئ بتاعتك النقطة التالتة ان انت بأي شكل من الأشكال ما تقلش أدبك ما تعليش صوتك بنسمع حاجات فعلا ومن ناس وملتزمين ومش عارف ايه الله المستعين هو بيتعامل مع أهله بنوع من ان انتوا عايزين تضيعوني وعايزين مش عارف ايه حتى لو ده الواقع ما ينفعش بأي شكل من الأشكال صوتك ما يعلش صوتك ما يعلش على أمك أخلاقك لما هتبقى في البيت كويسة وطيبة والتدين بتاعك أثر وهيجي على أخلاقك وطبعك في البيت واحترامك لأهلك وابوك يلاقي ده يعني يلاقي 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 انت بتبوس إيده يلاقي ان انت بقى فيه لين ما بينك اعمل لك ايه حبيبي طب عايز ايه طب هو هيلمس ده حتى لو ليك إخوات وهو هيلمس ده اللي وده يا جماعة بقى محترم اللي وده تغير فحتى لو ما اقتنعش ببعض الأفعال هو لو هو هو لو هو مشكلة الأهل انه هو هو ممكن يكون عندهش تصورات كتير عن الدين بسبب ايه قلة العلم مسلا او بسبب الإعلام لما هيلاقيك بتعمل ده واقع وبتطبق ده هو فعلا هيحترمك حتى لو مختلف معك هلو فتلت حاجات نصيح شيخ مربي او اخ يكون سبقك في الطريق ترجع له تاني حاجة ان انت تكون حازب في ما تتنزلش مدام عرفت الصح وتأكدت منه ما تتنزلش هلو قوي تالت حاجة نوع اللين وحسن الخلق تلزم اللين وحسن الخلق واللي بتسام ودي محتاجة ايه محتاجة مجهد انما الحلم بالتحل النقطة الرابعة ان انت ما تخسرش دينك عشان حد قال تعالى وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم يعني لو ابوك ومك قالوا لك اسجد للصنم ده وعبد للصنم ده ربنا قال ايه فلا تطيعهما وصاحبهما في الدولية معروفة اشتركوا في القناة